وقه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بحصمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وكه بها الرئيس السيسي وذلك لأرضه على مجلس الوزراء ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وأقراره جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي مؤكدا أن الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة أفاق التصدير كما أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة الدورية لموقف كل قطعة أرض يتم تقصيصها للمشروعات الصناعية حتى تشغيل المصنع مشيرا إلى أن الدولة توفر حزمة محفزات غير مسبوقة وأضح أن العائد المتوقع من مجمن المشروعات التي تم تقصيص أراضي صناعية لها خلال عام يتمثل في 47 ألف فرصة عمل و41 مليار جنيه تكاليف استثمارية مضيفا أن نسبة تحقيق طلبات المستثمرين بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 91.4% بإجمالي 373 رخصة من إجمالي 408 طلبات ترجمة نانسي قنقر